اهلا بكم اعزائيات طلبة في كايرو دار ومراجعة على بناء جغرافية السنوية العامة طبعا دي مجموعة السلة جايبينها من النمازج والامتحنات وكذا بالاضافة للسلة السابقة اللي احنا قدناها قبل كده اللي هي جاية من النمازج الارشادية اللي هي المواصفات بتاعت الورقة الامتحانية لمادة الجغرافية اول سؤال بيقولي دلل على صحة او خطأ تلك العبرات انا عايزكم تقرر السؤال قبل ما تقول صحة او قبل ما تقول خطأ يعني ان السؤال بيقولي ايه من اهم الصناعات التحولية في مصر الصناعات الغزائية طبعا ماشي وهي منتشر في جميع انحاء مصر تأمل السؤال قبل ما تقول صحة او غلط طبعا اللي جاب خطأ ليه؟ لأن من أهم الصناعات التحولية في مصر الغازل هو النازج خلاص خلي بالك لكن هو فعلا الصناعات الغزية منتشرة في مصر لكن لا تنطبق على الصناعات التحولية وهنا بقى بيبقى الأخطاء اللي بيبقى فيها الطلبة من الصرع عشان كده بقول ننتبه ونفم السؤال السؤال اللي بعد كده بيجي يقول ليه اتجهت الدولة إلى زيادة الاستيلاك المحلي من مشتقاط البترول لمواجهة الزيادة السكانية طبعا اللي جابه خطأ هي فعلا اتجهت الدولة إلى زيادة الاستيلاك المحلي من مشتقاط البترول طبعا غلط ده الدولة اتجهت إلى تقليل الاستيلاك المحلي من مشتقاط البترول ليه؟ عشان تصدر عشان تجيب العائد تستخدمه في تنمية السرعة المعدنية عشان تستخدم عائد البترول والحاجات دي فيه جاب عملة صعبة للبلاد طيب أهم مناطق الفوسفات فيه الوادي ايه اهم منطق الفوسفات فيه الوادي؟ هنا فيه حتة اهمة أرجو ان انتوا تخلي بالكم منها كويسة اهم منطق الفوسفات فيه الوادي اللي هي المحميد والسبعية والقرن دي صح بص بقى الطالبة يقولك الفوسفات في السحراء الغربية فين؟ فهذا بتبطرطور الفوسفات في الوادي فين؟ بين المحميد والسبعية الفوسفات في الوادي في الصحراء الشرقية فين؟ خلي بالك في الصحراء الشرقية بين سفاجة وقيق والقصير هو هيجي لك كده نقر مش هيجيبهم كلهم على بعض انت عندك اعتقاد عندك اعتقاد ان هو هيجيب كله على بعض لانه ما بيقس الحفظ وانا قلتلكم مرة قبل كده طيب بيقول لي برضو ما زلنا المساحات المائية السمكية في مصر ضعف مساحة الاراضي الزراعية طبعا العبارة صح خلاص خلي بالك مساحة الاراضي الزراعية 8 مليون السمكية 13 مليون خلي بالك قوعة تنس بس مع ذلك في سؤال تاني يجي بولك ايه ضعصة او غلط انتاج مصر من السمكة يتناسب مع المساحات المائية طبعا غلط شوفوا الفرر ما بين السؤالين المساحات السمكية ضعف المساحة الاراضي الزراعية صح لكن هل يتناسب انتاج مصر السمكة مع المساحات المائية طبعا غلط طب انت عايزة من السؤال ده قالك انا عايزك تقول لي عيوب الانتاج السمكي او ليه الانتاج السمكي اللي هيك في الاستيلاك خلاص قلة المصايد قلة طرق الصيد اللي هي البداية قلة الاساطيل عدم الاهتمام بالصيادين وكذا خلاص شوفها ده شوفها عندنا مصطحات مائية ده ما بنستغلهاش طيب السؤال الجامد برضو الجميل جدا يجي يقولك موظم زراعة الكرن تتركز في الوادي لإدفاع درجة الحرارة طبعا العبارة خطأ سبعين في المية من زراعة الكرن تتركز فيه الدلت تتركز فيها الدلت بس مش فيها اماكن في الدلت يعني شمال الدلتة ما فيش عشان فيه تربة صرصالية لازجة ملحية شرق وغرب الدلتة التربة الرملية لان الكرن يحتاج الى درجة خلي بالك يحتاج الى تربة خصبة جيدة الصرف وبيحتاج الى سطوع شمسي طويل وبيحتاج الى رطوبة ده اللي هو لإيه القط عشان يبقى عندي كرن طويلة تيلة فيه هنا سؤال ممكن يجي يقولك تعتمد صناعات المصري تعتمد صناعات الغزل والنسج في مصر على الأقطان طويلة التيلة هنا سؤال تاني تعتمد صناعات الغزل والنسج في مصر على الأقطان طويلة التيلة طبعا اللي جابه غلط لان احنا بنصدر الأقطان طويلة التيلة احنا بنعتمد على الأشموني او الأقطان قصيرة التيلة في مصر هنا حطه صغير انت متاخدش بالك عشان كده بنقول مقرأ 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 بفيه السؤال اللي بعد كده بيجي يقولك اهم المصارف من اهم مصارف الوادي طامية خلي بالك والأهم مصارف الوادي طامية والوادي والمحيط والعموم وبحر البقر طبعا دي إجابة خطأ عشان تبقونتوا عارفينه لأن أهم مصارف الفيوم طامية ده في الشارع والوادي في الغرب يبقى أهم مصارف الفيوم ايه طامية في الشارع والوادي في الغرب أما المحيط في مصر الوسط والعموم في غرب الدلت تعالى كده العقلاء من السنوية العامة يجي يقولك ايه ما النتائج اللي ترتبط على اتصال الفيوم بالوادي اتصال الفيوم بالريا اتصال الفيوم بالوادي جعله يدخل ضمن حض النيل لإنها يغزي بحر يوسف ويطلق علي بوستان مصر الأول ويختلف عن باقي منخفضات الصحراء الغربية تفانى اتصال الفيوم بالريان هيتخلص من المياه الزائدة ويحافظ على منسوب بحيرة كارون ويؤدي إلى التوسع الزراعي ده خلصة كده السؤال الثاني بقى يجي يقولك ايه التوسع الزراعي في الفيوم مرتبط بمشروعات الري اقوله غلط لأن التوسع الزراعي في الفيوم مرتبط بمشروعات الصرف أكثر منه من مشروعات الري لأن الفيوم تصريفه داخلي مش هو يشأنه من المخفضات اللي موجودة في السعرها الغربية العقل العقل يشتغل مش يالله هيسة واجه في الآخر أستنزف درجات ممكن يركب لك السؤال بطريقة تانية يقولك مشروعات تطوير الري أهم مشروعات تطوير الري في الفيوم وزيادة مية نار النيل في الفيوم تهدي إلى التوسع الزراعي في الفيوم أقوله غلط لأن الفيوم تصريفه داخلي كل ما دخلتله مية وما طلعتهاش كل مكان ده كرسى على الفيوم ذات نفسه تمام أولاد؟ حد شنس بفكركم برضو بالفيوم الفيوم طبيعة التوبغرافية تختلف عن الطبيعة التوبغرافية بتاعة بحر الرمال اللي هي شكل الأرض بتاعته لأن الفيوم عبارة عن مدرجات أو مصاطر خلاص لأنه كان بحيرة ضخمة أغزت في الانكماش التدريجي خلاص يبادئ أصلاها بحيرة تغيرات التوبغرافية أما في بحر الرمال سبب التغيرات التوبغرافية اللي هي الرياح وبحر الرمال ده خالي من السكان أو غير مأهول لأنه أفقر وأجاف في جهات العالم زي طبيعة المتحرك يبقى أفقر وأجاف في جهات العالم واللي توجد فيه موارد مياه وطبيعة المتحرك طب سؤال في بحيرة قارون بتقع في منطقة صحراوية طب ليه لا تجف؟ فسر لا تجف بحيرة قارون الإجابة كلاتي أقوله لأن فيه مصارف بتغزيها فبتعوض الفاكر تمام؟ وأن بحيرة قارون ديت تقع فيها الشمال الغربي من الفيون عايزة أذكركم بحاجة ممكن يجيب لي سؤال يقول لي قارن بين بحيرة قارون وبحيرة فكتوريا أو قارن بين بحيرة السد العلي وبحيرة ألبرت أو قارن بين بحيرة المنزلة وبحيرة ألبرت أو بحيرة فكتوريا أو أي بحيرة من البحارات دي خلي بالكم من الأسئلة الجميلة ديت لأنها من واقع امتحانات ونماذج السنوية اللي العام طيب إما يجي يقول لي دلل برضو على صحة هذه العبرة تختلف قناطر إسنى عن باقي القناطر في حماية نار النيل وقت التحريك من مياه البحر طبعا الإجابة إيه؟ هل يطرى الإجابة صح؟ ولا خطأ؟ بقول لي تختلف قناطر إسنى عن باقي القناطر في حماية نار النيل أقول له غلق أما المين اللي بتحمي نار النيل من أيام التحريك اللي هي قناطر أدفينة أما قناطر إسنى بيطلع منها أصفون والكلابية وقتوجد جنوب إسنى تحالة بقى بقى بص الطلبة المحترفين تفوق يقولك إيه؟ عندنا قناطر أدفينة ديت على فرع الرشيد دي بتمنع توغل مياه البحر المتوسط في فرع النيل في الرشيد أي سنة التحريك فيه قناطر اللي هي الدلتا اللي بيقولوا عليها القناطر الخيرية اللي بيطلع منها ترعت أول حاجة الرياح التوفيقي في شرية الدلتا الرياح المنوفي في وسط الدلتا الرياح البحيري في غرب الدلتا فيه قناطر تانية اسمها قناطر أسيوت يطلع منها ترعت الإبرامية فيه قناطر ديروت يطلع منها بحر يوسف فيه قناطر اللي هي ناجة حمادي الشرعية والغربية فيه قناطر إسنى يطلع منها أصفون والكلابية بقى ببسيطة فقى إيه لما جمحهم كده مع بعض يقولوا شوف يعني الناس الغلابة اللي هزت فوق جمعت كل القناطر يجوا لك طب الغرض من القناطر إيه رفع منسوب المياه أمامها لتخزين الترعة وليس لتخزين الترعة لتخزين المياه أسف وممكن أولد منها الكهرباء طيب سؤال تاني جاء كل الأسئلة اللي قدامكم ديت من كتاب المدرسة والنماذج بيقولي نسبة العاطلين في المدن أقل منها في الريف طبعا لأبر خطأ الدليل مش هو بقولك الهجرة من الريف إلى المدن ولا هو قالك الهجرة من المدن إلى الريف يبقى العاطلين أكتر فين في الريف ولا في المدن طبعا العاطلين في الريف أكتر الدليل إن هي طرد للسكان وأذكركم للمرة الأخيرة أشد محافظات الوادي طرد للسكان سهاج أشد محافظات الدلتة طرد للسكان اللي هي المنوفية أشد محافظات مصر كلها طاردة للسكان اللي هي المنوفية مرة في متحانة سنوهية عم مش احنا عرفنا النسواج أشد محافظات الوادي طاردة للسكان قالوا من المحافظات الطاردة للسكان في الوادي قنا تبقى صح ولا غلط؟ أقولوا تبقى صح وما تنسوش خريض الطائرات الهجرة خلي بالك خريض الطائرات الهجرة أنا عملتلكوا حلقة مرة على الخرايط خريض الطائرات الهجرة ما بيجيش كلها كلها كده لا ده بتيجي كالقاتي يجي يقولك ارسم طيارات الهجرة للمدن الكبرى اللي هو عصده على القاهرة والاسكندرية ارسم طيارات الهجرة الى سيناء والبحر الحبل بس ارسم طيارات الهجرة في الوادي فقط ارسم طيارات الهجرة الى القاهرة فقط بس في القاهرة القاهرة يبقى واحد من جنوب الدلتا واحد من مصر الوسطى واحد من جنوب مصر هتعمل انت بعد كده ساعات يجيب لك سؤال كلكم عارفين عوامل الطرد وعامل الجزء كل الطالب عارفينها قال له لا قال له أنا هقول لك فسر وجود طيار هجرة من غرب الوادي من غرب الدلتا إلى الأسكندرية تبقى الإجابة بس من غرب الدلتا إلى الأسكندرية أقول له عامل المسافة العمل في المواني ارتفع من الصوار المعيشة وجود الصناعات وجود الخدمات طب من شرق الدلتا لمدن القناع للعمل في الشحن والتفريغ ما قلوش بقى مرة جاب سؤال قال له إيه قال له داعصى هولد يوجد طيار هجرة من غرب الدلتا إلى الأسكندرية بس هيقول له صح ويقول له السبب ابن تالي بقى بتعاكنا عن نفسك بقى وبتقوط صعب الدنيا هي الأربع السلط الخرايط اللي أنا قلت لك ديه في الهجرة كلها عشان تبقى نتعارب طيب يجي يقولك مسلا إيه الظروف الاجتماع والاقصدية وعمل المسافة تودي إلى اختلاف ميزان الهجرة طبعاً لنا عبارة صحيح الأماكن القريبة من القاهرة الهجرة لاسريعة زي جنوب الدلتا خلاص وزي مصر الوسط قالك بقى الزروب بقى في الوادي بقى المسافة طويلة لكن للأسف عندهم انخفاض مستوى المعيشة الطريقة الريبة فبيتغلب على طبع المسافة ويعمل هجرة دي حتة هامة جداً وممكن يجبها لي سؤال سنوية عامة السؤال اللي بعد كده يجي قولك تدخل الواحات دمن الإقليم الصحراوي نباتياً بقوله صح تدخل الواحات دمن الإقليم الصحراوي نباتياً طبعاً الإجابة خطأ كلام واضح تاني تدخل الواحات دمن الإقليم الصحراوي نباتياً الإجابة خطأ ده هي تخرج من الإقليم الصحراوي نباتياً لأن فيها مياه جوفية خلي بالك من الكلام لكن هي تنتمن الإقليم الصحراوي في سؤال بقى جامد جدا بقولك كان يمكن الاكتفاع بسد أسوان ولا داعي لإقامة السد العالي أقولوا السؤال تاني كان يمكن الاكتفاع بسد أسوان ولا داعي لإقامة السد العالي طبعاً اللي جاء بخطأ ليه؟ قالك لأن السد أسوان ده تخزين سنوي مش هيوفر كميات المياه اللي عايزها مصر لكن السد العالي بقى وفر مياه هيحمل مصر من خطر الجفاف والفيضام هيولد قهربة هنوسع الأراضي الزراعية وهكذا سؤال تاني يجي يقولك إيه يعتبر البحر المتوسط أهم مصادر الثروة السماكية في مصر طبعاً العبارة طبعاً خطأ شوف البحر المتوسط والبحر الأحمر ليس أهم أهم لمصادر الثروة السماكية في مصر أمان إيه أهم مصادر الثروة السماكية في مصر اللي هي الترع والمصارف ونهر النية يتأخر شعر الحرارة العظمى لشعر أغسطس في السحل الشمالي طبعاً لأبارة صح هنا إحنا عندنا عادي الكلام تاني قلنا أسوان فقا تطرف مناخي وجنبها الأوسف فقا تطرف مناخي بس في فصل إيه الصيف لقربها من مدار السرطان مدار السرطان تتزحزح فيه الشمس فيكون ضغط منخفق فيجزب الرياح ويعمل الرفع الحرارة الحرارة اللي هتبقى مرتفعة فين؟ جنوب أسوان فبنقول على تطرف طب في الشمال بقى بتتأخر درجة الحرارة العظمى ليه؟ قالك لوجود البحر المتوصل طيب نمو الدلتا فيه الماضي أسرع منه فيه الوقت الحاضر طبعاً الإجابة نمو الدلتا يتقدم نمو الدلتا المصرية نحو البحر بنسبة مرتفعة شوف تركيبتي السؤال قالك يتقدم نمو الدلتا المصرية نحو البحر بنسب مرتفعة في السنوات الأخيرة السؤال إيه ده؟ طبعاً إجابة خطأ لأن في السنوات الأخيرة بنينها السد العالي فلم تعت الدلتا تلمو زي الماضي خلاص بدت تتأكل وبقى فيه عند نحر بحرية وبقى تكرسى اللي هي التعريق البحرية وهنا يجيب لك سؤال يقول لك ماذا هيحدث لو لم يحجز السد العالي الطام؟ أقوله نمت الدلتا وتجددت خصوبة الطربة ولما اتجهنا إلى صناعة الإيه؟ الاسمدة عكس السؤال قاله ما النتاج اللي تترتبط على حجز السد العالي الطام؟ أقوله تأكلت الشواطئ الشاملة الدلتا لم تعد تتجدد خصوبة الطربة اتجهنا إلى صناعة الاسمدة قاله بعد كده يجي يقول لك يعد السوق العامل الرئيسي في توطين صناعة البناء اللي جابة صح لأنه ايه؟ سكيلي الوزن كبيرة الحجم فبعملها بجانب الايه؟ بجانب الاستيلاج بتاعها برهن على منطقة جبل عقل بقى أغلى مناطق لكلم الشب الصحراء وبالنبات أقوله بقى ليه؟ لأن فيها العشرات من النباتات مثل الصنط فيها وديتها والأحراش مثل شجريات السيال والصمر وتنتشر فيها الزبا والتتال والقرن وفيها طيور جارح ودي موجودة في الكتاب صفحة 100 و3 طيب السؤال جامد جدا برضو يجي يقول لك وجود علاقة بين الحرارة والرياح وخلي بالك أقوله لما تتعامد الشمس على مدار السرطان كون ضغط من غفض يجزب الرياح الشمالية أو لواء البحري أو التجارية طيب لما تزعز على الضغط المرتفع الأزوري تغرض منه الرياح الغربية العكسية التي تهدي لسكوت أمطار وممكن يجي يقول لك تكلم عن تخلي بالك تكلم عن يعني تكلم عن حركة الشمس الزائرية بين مدار السرطان وخط السواء أو حركة الشمس الزائرية بين مدار الجد وبين مين وبين خط السواء لما تبقى في مدار الجد يكون شتر لما تبقى في مدار السرطان يكون صيف بيقولك برهن على منطقة ساحل إقليم ماريوت ده دخل ضمن إقليم البحر المتعص طبعا بتسكت عليها من طار شتوية تتأثر المدى الحرارية بتاعها قليلا فيها نباتات حولية خلي بالك فيها حيوانات الحاجات دي كلها معرضة للإنقراض بسبب الصيد الجاية بالمناسبة احنا عندنا منطقة محمية طبعية في مصر اللي هي واد الريان محدش انساها عشان ممكن يجي يقول لك من المحميات الطبعية القريبة من الفيوم تبقى واد الريان طبعا في محميات كتيرة في مصر بس هو يذكر اللي دي بس لا يشعر لا يشعر سكان مصر بأسر المرتفعات سؤال جميل جدا ليه لا يشعر سكان مصر بأسر المرتفعات لان سكان مصر 99% من سكان مصر متمركزين في الوادي والدلت حيث الاستواء وعدم وجود للتضاريس خلي بالكم من الكلام بالإضافة ان الجبال متطرفة بقى لكن فيه سؤال تاني يقولك ده صحة وغلط خلاص تتساوى درجات الحرارة في مصر على ديرة العرض الواحدة أقوله غلط طب ليش معنى ده بقى قالك لانه فيه جبال الجبال دي بتعمل على خفض درجات الحرارة ثم بننزل بقى على الاستواء اللي هو في منطقة دلتا بترتفع درجة الحرارة لا تعتبر الكزبانات الرملية خزانا طبيعيا لرصد المياه الجوفية أقوله آسف تعتبر الكزبانات الرملية خزانا عجيب لوقائنا الكزبانات الرملية اللي في إقليم مريوط والكزبانات الرملية اللي في شمال سناء اللي بتخزن المياه الجوفية وبالتالي بتقوم الاستقرار وتقوم الزراعة زراعة الشعير زراعة القمر زراعة الزتون في إقليم مريوط هقول نفس الكلام ده في شمال سناء مع إضافة زراعة لإنخي السؤال اللي بعد كده برضه يجي يقولك ايه تعرض الأطراف الشمالية للدلتا ده قلناه من إيمين شوية اللي ايه التعريه البحرية ونحط الأمواج العالية لسه والشواط وممكن إيه نيجي لك سؤال يقولك ايه اقصى بعض للدلتا شمالا يكون فيه نقعة اقوله في الرؤوس الثلاث اقصى بعض للدلتا شمالا اللي هو مين؟ الرؤوس اللي هي الثلاث بيقولي برن على اختلاف الانسكرار السكاني شمال سيناء عن جنوب سيناء الانسكرار السكاني فينا حتة أقوله لكم كده بصراعة الانسكرار السكاني في الصحراء الغربية إجابتي طبعا أعجبها في إجابة السؤال ده الانسكرار السكاني في الصحراء الغربية أقوله في الصحراء الغربية يتراكد سكان في الواحات حيث المياه الجوفية بينما في إقليم مريوط حيث المطر اللي بيخزن في الكزبانات الرملة في الصحراء الشرقية تتميز بأنها شديدة الجفاف يبقى الانسكرار السكاني في الصحراء الشرقية حيث التعدين وحيث السياحة طب في سيناء بقى أقول له قسمين الانسكرار البشري في شمال سيناء فيه كزبانات رملية فتخزن المياه فيبدأ يحفر أبار فتطلع لزراع أقرب للواحات فيبدأ يزراعه القمح والشعير والزتون والنخيم في جنوب سيناء بقى مفيش مياه يبقى الانسكرار حيث التعدين والسياحة ما زلنا في جنوب سيناء أقول له بس عندي خليج العقبة بيبقى ديق بيقل فيه السكان بينما خليج السويس بيبقى متسع ففيه زراعه ففيه السكان شوفت ما ليه دي اسمها إيجابة الطلبة المتفوقية بيقول لي كثرت الثغرات على الجانب الشارع النهر النية اش معنى الجانب الشارع كثرت فيه الثغرات أقول له لأنها مصابات للأودية الجفة اللي موجودة في الصحراء الشرقية طبعاً الصحراء الشرقية أقول لكم بسرعة كده عشان محدش ينساها بيجي يقول لي تصريفة خارجي لوجود الأودية الجفة يغرب عليها الطابع الجبلي بيها هضاب جيرية وهضاب رملية خالية من الأشكال الرملية دي الصحراء ده خصائص سريع الصحراء الغربية بقى تصريفة داخلي تكثر بقى الأشكال الرملية زي الغرود والفراشات وبحر الرمال يبقى لعبة عامل التعريفة دوراً فيها خلاص بيها مياه باطنية يبقى تصريف داخلي أما الصحراء الشرقية التصريف بتاعها سطحي سطحي يعني ايه يعني خارجي عشان لو جابها في قلب الايه اللي متحام طيب تتلخص كل الخصائص الطبيعية والحيوية اللي مصر في منخفض الفيوه ليه لأنه يتغذى على نار النيل بيه تربة فيضية بيزرع زراعات بستانية خلاص بتحيط بيه الصحراء نفس اللي بيحيط بالوادي والدلتا طب الدلتا إقليم إقليم جغرافي واحد متكامل ومتجانس خلي بالك من الحتة دي يمه جداً لأن في ناس مفكرين أن احنا مقسمين الدلتا إلى ثلاثة أقسام شرق ووسط الدلتا تقسيم إداري لا ده هو ده مسمى إداري قصد تقسيمه كده على أساس خصائص طبعية لا ده تقسيم إداري بس لكن الدلتا إقليم متكامل متجانس لأنه مصدره تكوين كله واحد فإذن هي متجانسة لكن أنا قسمتها شرق ووسط وغرب الدلتا ده على أساس إداري فقط فيه هنا نقطة تانية يجي يقولك فسر وجود الدلتا في مكانها الحالي ليه الدلتا بتجد في مكانها الحالي سؤال تاني يجي يقولك فسر وجود الدلتا شمال القايرة بـ 23 كيلو خلي بالك في شمالها أو شمالها الغربة أو شمالها الشرق لما يقولي فز لوجود الدلتا في مكانها الحالي أقوله بعد الحفة الشرقية والغربية استواء السطح ضحولة المياه بطء الانحضار فوجدت الدلتا في مكانها ليه خلي بالك بعد الحفة الشرقية والغربية يبقى لو اقتربت الحفة الشرقية والغربية لما ظهرت الدلتا وأصبح السيد الفايد دا زي ما يجي لك سؤال يقول لك إيه ماذا يحدث نقال نار النيل مستقيما في مصر؟ أصبح شديد الانحضار لما تكونت السعود الفائدية قل سمك التربة واخد بالك من الكلام زادت مية نار زادت مية نار النيل عند المصاب لأنه هيبه شديد لإيه الانحضار زي السؤال تاني يقول لك إيه ماذا يحدث لو كانت هناك روافض تغز نار النيل في مصر؟ أقول له واحد لما اعتمدت على المنابع الدهيمة ولا الموسمية زادت كمية المية في مصر قلت مساحة الصحراء زادت المساحة المنزرعة لما حدثت أزمة بين مصر ودول حض النيل سؤال مفتوح أقل بالك من السلك الفائدية أقل بالك منها كويس قوي ده لما سؤال مفتوح أجيب كل اللي عليه بس ما زودش فوق ما جيش بقى زود وأقول إيه ده لا لا بيقولي دخول مرتفعات درفورة كردفان ضمن حض النيل خلاص؟ أقوله ليه لأنها تنحدر تدرجيها نحو الشارع والجنوب الشارع وبتطلع منها المائية المائية بتاعتها اللي بتنصرف نحو بحر العرب والغزائل واد الملك وممكن يجي قولك واد الملك ده يدخل ده من حض النيل لأنه بينحضر من تلك المرتفعات ويصب إيه إذا غزادت فيه المياه يصب فيه النيل النوبي نسيت أقول لكم النيل النوبي لا توجد رواف التغذيب السنعت برا خلي بالكم من الكلام ده كويس طيب قال لي السياحة مصدر داخل غير مستقر أقوله لأنها بتخضع الانترابات السياسية والأمنية إذا حدثت الترابات سياسية وأمنية في البلاد قلت داخل من الزراعة من السياحة فينا سؤال يجي يقولك إيه فسر نماء قطاع السياحة في الفترة الأخيرة دماء قطاع السياحة طبعا بالسبب تطور أدوات الانتاج وجود وقت فراغ تعدد وسائل المواصلات وتنوحها وقلة سعرها نسبية ده لما يجي يقولي فسر نماء قطاع السياحة عالمية خلي بالك غير السؤال التاني اللي هو يجي يقولي إيه ما هي مقاومات السياحة في مصر خلي بالك أقوله مقاومات السياحة في مصر اللي هي إيه الأمن والأمان حصن خلق ألا منخل معتدل المناظر الطبيعية قطرة الأثار اللي موجودة إيه فيها تشوف السؤال سهلي جدا ممكن يجي يقولك سؤال تاني في منتقى الجماعة يجي يقولك إيه ازدادت خلي بالك تزيد السياحة الثقافية في مصر في الصيف تزيد أَو تنشط السياحة الثقافيه في مصر فيها الصيف قلوه اللي جبها خطأ شوف الزكاء ليه؟ لإن السياحة الثقافيه تزيد في مصر وفيها الشتاء لإن السياح بيجو يزورو جنوب الوادي بروحو أسوانو الأقصر والحتر دي كلها عشان بتتمتع بدفة وهي فيها السياحة الثقافيه لإن فيها الآثار بتاع مصر أما السياحى التروحية هي اللي بتزيد فقال بلايه الصيف والسياحه التروحيه اللي هي آي اسوار رياضة الغطس ممارسة الرياضيات دي اسمها السياحة الترفيه تمام؟ بقى انا جبتلك درس السياحة كده بسرعة عشان ما تنسوش قات مفهوما جغرافيه ايه وبقى المفهوم الجغرافي كسبانات رملية طولية الشكل اسمها الغروب طب لو قال لي رواسب رملية توجد في اقصى جنوب في اقصى جنوب الصحراء الغربية اقول له الفراشات خلي بالك الفراشات دي دا يريد شكل ظهرت بسبب ضعف الريمان تخزن جانب من مياه النار في موسم الفيضان اسمه التخزين السنو مقدر ارتفاع ماء النار بالنسبة لسطح البحر اسمه منسوب النار الدول التي يخترقها النار وتقع في حوضه ولو مصالح في ميته اسمها الاندوجه ومرة جابه في امتحاد السنوية عام 92 قاله الاندوجه منظمة عالمية للطيران طبعا اللي جابه خطأ طيب تقسيم المجتمع الى الزكور ويناس مولهرم السكاني اجمالي مساحة المحاصيل المساحة المحصولية مساحة المحصولية دا تعدد المواسم الزراعية في مساحة معصولية وفي مساحة فعلية المساحة المحصولية اكبر من المساحة الفعلية ممكن جيبالي سؤال في الامتحاد ومساحية تبقى انت ما بتاخدش بالك لا ركز بيقول لي قناطر تحجز مياه البحر عن النيل ووقت التحريك اللي هات فينا طيب انابيب من الفخارة والاسمنت مدفونة تحت سطح الطربة لعمق معينة اقول له الصرف المغطى توزيع جملة سكان مصر على مساحة الدولة الكسافة الحسابية طب الفرق بين المواليد والوفيات اسمها زيادة طبعا كل الاسئلة اللي انت شفتوها ديت من كتاب المدرسة في اخر كل دارس طيب سؤال اكمل من المتعدد بيقول لي اضعف انحضار على مجرى النيل في منطقة عظيمة المساحة يعني مساحة كبيرة جدا اللي هو النيل الابيض خلاص عشان كده بيتحول الى بحيرة مستطيل اصنع فضان النيل ازرق فاستغلت فاستغلت وقيمة سد جبر الاولياء يعد النيل الابيض تكملة لنهر السوبات يعتبر يعد النيل الابيض تكملة لنهر السوبات بينما النيل النوبي تكملة لنهر الازرق او هو الادق نهر عطبار تهب الرياح التجارية صيفا على مصر العالية تتعرب مصر لعصير الشتوية في المدة ما بينه نوفمبر وفبراير وانه هنا العصير الشتوية ده الانخفاضات الجوية سؤالها تخش ليه في الامتحان انتهى ما تجدنيش فيه ممكن ينجي يقولك تتشابع الانخفاضات من حيث النشأ والتكوين غلط عايز فرق ما بين الانخفاضات الشتوية الربعية ممكن يجي لك سؤال لك ماذا يحدث للم توجد الانخفاضات الجوية في مصر اصبح مناخ مصر لو تيرا واحدة لما سكتت امطار لما حدث البرك والرعد خلاص ادنوت ممكن يجي يقولك ايه الانخفاضات الربعية دي ما بين مارس ومايو ممكن يجي لك يقولك فسر شهر يناير ابرد شهور السنة اقوله اللي كسرت الانخفاضات الشتوية فيه وهكذا دي السلة كلها اهمة جدا طيب اكثر المدن تطرفا في مصر طبعا شوف اكثر المدن تطرفا في درجة الحرارة اكثر شلك مين الاسوان زمانه لتلك وقالك ان يجيب لك واحد داني طيب سؤال جميل جدا اوي السؤال ده بقولك تعرض ده ممكن يجي لك في الامتحان وانا متأكد انه ممكن السؤال ده يجي لك في الامتحان لانه كان سنوية عامة قبل كبا تعرضت بعد كرة ومدن السعيد للسيول المدمرة لانها تقعت ضمن الاقليم اللي هو الصحراوي هنا بقى السؤال يقولك فسر سكوت امتار على هيئة سيول يجيب لك المدن اللي تعرضت بقى اسيوت سواج اي حاجة من ده طبعا اقوله لانها تقع في النطاق للصحراوي طب من المحافظات المنخفضة الكسافة في الدلتة قفر الشيخ والبحيرة طبعا الاتين بيختلفوا عن بعض قفر الشيخ بسبب التربة التربة الطينية الملحية اللازجة البحيرة بسبب التربة الرملية اكثر من المحافظات طرده للسكان في الواجه الايه بليه طبعا اسيوت طب لو ما جابش اسيوت ما احنا عندنا سواج وانت عاد تحفظ سواج قالك لا انا ما بمحس عن الحفظ عشان كده بجيب لك المحافظة التوريدة التانية من الترع التي تخرج من امام قناة رئيسنا لرأي الجانب الشرقي الكلابي من مشروعات تطوير الرأي في شرق الدلتة ترعة السلعة طبعا تطوير الرأي في شرق دلتة هلهم بسرعة تعميك وتوسيع ترعة الإسماعيلية حفر ترعة الصلحية حفر ترعة السلعة طب مشروعات الرأي في غرب الدلتة الرياح الناصري او ترعة بناصر طيب مشروعات تطوير الرأي في الوادي اللي هو ترعة الشيخ زايد تجديد وصيانة القناة القديمة انشاء قناة رئيسنا قناة الاخميم دي اسمعها مشروعات تطوير الرأي فيه فرق ما بين مشروعات تطوير الرأي من أهم الترعة التي تخرج من أمام قناة رئيسنا طبعا فيه غرب الدلتة اللي هي أصفه شلالات ألات أهم الشلالات اللي تقع على النيل الأزرق دي السئلة أهم جدا ولازم تخلي بالك منها واحنا قلنا عندنا أسئلة سبقا ان احنا قلناها قبل كدا عايزك تخلي بالك من الكلام اللي أنا هقوله دوه كويس ارسم خريطة لتوزيع المعدن في الصحراء الغربية يبقى هرسم حديد فوسفات بوترول ارسم خريطة لتوزيع المعدن في سيناه يبقى هرسم بوترول هرسم منجنيز هرسم فحم خلاص هادي ايه ثلاث خريطة هاو خريطة تانية أنا قلت خريطة طيارات الهجرة عادة تانية ما بيجيبش طيارات الهجرة كلها على بعض يجي يقولك ارسم طيارات الهجرة إلى المدن الكبرى ارسم طيارات الهجرة إلى القاهرة فقط ارسم طيارات الهجرة في الوادي فقط ارسم طيارات الهجرة فيها الدلتا هادي ايه خريطة تانية خريطة تانية ممكن يجي يقولك ايه ارسم مشروعات الري التي تحت الدراسه في اعالي النيل وهضبت الليل بحيره لو قال لي ارسم مشروعات الري اللي تحت الدراسه تبقى قناه كايوجه اللي وطع سد كايوجه خلاص وسد البرت وقناه جونجلي ساعات يجي لك سؤال تاني يقولك ارسم مشروعات التخزين السنوي في خلاص التخزين السنوي في حوض النيل يبقى سد الروسيراس سد سنرة على الازرق سد خشم القرب على عطبرة سد جبل الاولياء على النيل الابيض خزان اسوان في مصر تمام او ممكن يجي يقولك خريطة دي اما جدا واحنا نزلناها في اليوم السابع يجي يقولك اكمل اكتب مدلولات الارقام على الخريطة خلي بالك من الكلام ده كويس اكتب مدلولات الارقام على الخريطة خلاص تفانى واكمل الناقص من على الخريطة ايه الناقص اللي على الخريطة ان هو ما يحط لكش نار عطبرة ما يحط لكش بحارة كايوجه تمام او ما يحط لكش نار عطبرة ولا يحط لك نار ايه ولا ايه نار عطبرة مثلا ولا بحارة كايوجه ده سؤال ممكن يجي يقولك ارسم الكطاع العرضي طبعا هو ده منحنة مقعر تخيل انت بقى يبدأ من المصب والمنبع يبقى ارسم القطاع العرضي مع ذكر اميته ارسم القطاع الطولي مع ذكر ايه اميته قطاع العرضي من احد جوانب النار وانحد التدريجي انه القع ثم يرتفع مرة ايه اخر القطاع الطولي يبدأ من احد جوانب النار وانحد التدريجي انحد المصب ممكن يجي يقولك ارسم خريطة لسيناء مبينا عليها مظاهر السطح دي ما جاتش ولا مرة في الامتحان بس نخلي بالنا منها نخلي بالي منها كويس جدا خلاص ممكن يجيب لك على الخريطة مثلا خلي بالك اعلى نقطة يجي بالك اعرف ندي اعلى جبل يعني اعلى جبل في الصحراء الشرعية هو ايه جبل الشاي طب اعلى جبل في سيناء جبل سانتي ايه كاتر ايه انا عايزك تخش على موقعنا وتشوف الخريط اللي احنا حطناها لك خريط كتير جدا وهنكملها بعد كده في اليوم السابع اللي هو ايه الورقية هنحط لك خريط برضو بس دي الخريط دي خلي بالك منها ممكن يجيب لك بص بقى الخريط دي ممكن يقول لك ايه يقول لك ايه ارسب خريطة المصر تمام موضحا علي مركزا لصناعة الغازل والناسك او مركزا مدينة يعني مدينة لصناعة الغازل والناسك او مدينة لصناعة الاسمدة تمام او مدينة خلي بالك من الكلام لصناعة السكر يعني هو بيجي الأسلة كده ما بيدهكش مفتوحة وانت عليه كتكت يعني يقول لك يرسم خريطة المصر موضعا عليها أهم المدن أو أهم المناطق اللي فيها صناعة الأسمدة لما يجي هنا بقى الأسمدة يبقى أنا عندي أصوات فيها مصنع كيمة خلاص عندك قفر الزياد فيها مصنع عندك السويس فيها مصنع عندك طلخة فيها مصنع لازم تدور على الحاجات دي وترسمها بإيدك رسم الخرايط مطلوب جدا لازم ترسمه بإيدك لإن الخرايط بيبقى عليها درجات كتيرة جدا هو بيقول لك إرسم إرسم يعني لازم تتعلم الرسم ممكن يجيب لك على الخريطة أسوء يجيب لك إيه 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 لما تبقى فيه فوق ثانية كنو يجيب لك ترعة تبقى دي ترعة الإبرامية مرة جاب على الخريطة ودي بنزلنا في العدد اللي فات جاب لك إيه خزان أسوان فوق وتحت منه تحت وفوقه والسد إيه العالي لإن النار جاي من الجنوب يبقى أول حاجة السد العالي بعد منه خزان إيه أسوان وحططلك سامع على خزان أسوان يونجا طلبة كتير كتبة اللي هو إيه إيه السد العالي وده خطأ ممكن يجيب لك واد العريش ويعمل لك عليه ساب يبقى تخلي بالك من السبع وفيها واد العريش ممكن يجيب لك واد العلاقي واد العلاقي بيصب في الطرف الأخير من إيه بحيرة ناصر ده إيه السلع ممكن يجيب لك سؤال يقول لك إيه إرسم خط سوميت هتقول لي وخط سمودة عندنا في المنج ما هو موجود عندك في الخريطة أنت لما بصتش في الخريطة هنعمل لك إيه خط سمودة اللي بيبدأ من العين السخنة وينتهى عند إيه سيدي كرير ممكن يجيب لك يفكر لك كده يقول لك إيه رأيك إما ترسم لي خريطة وتوزع لعليها المدن المرتفعة الكسافة في الوادي بس يبقى عايز الجيزة بس هيبقى معها ظاهرة تانية والمدن المنخفضة الكسافة في الدلتة يبقى قفر الشيخ في الشماء وجنبها مين البحيرة في الغرب ممكن يجيب لك إيه إرسم خريطة للدلتة وضع عليها الآتي مركزا لصناعة السكر ومركزا لصناعة الغازل والنازج تمام ممكن يجيب لك إرسم خريطة لتوزيع البترول في الصحراء الغربية أبو الغرديق والعالمين والرزاء والمبارك ممكن يجيب لك إرسم خريطة شوفي الواسط لحد فين إرسم خريطة وزع عليها مناطق الغاز الطبيعي في مصر مناطق الغاز الطبيعي يبقى في الحالة اللي زايدة أقول له مناطق الغاز الطبيعي اللي فيها غاز طبيعي زي أبو ماضي والوسطاني ومناطق الغاز الطبيعي المختلطة بالبترول زي أبو الغردي ومرجان وأهم كل دي أسئلة واردة أنا متهيالي إديتك كل خريطة الامتحان هي دي الخريطة المحتملة بالنسبة 100% في الامتحان وافتكرني بعد ورية الامتحان أو هو بقى بيقعد يفكر كيه ممكن يجي يقولك إيه إرسم خريطة للمنابع الموسمية طب المنابع الموسمية اللي هي مين بص من الجنوب للشماء الصباط الأزرق عبره تلاتة أهمة وهي دي المنابع الموسمية بيصبوا بقى نحة إيه السوداء المنابع الموسمية بتنبع مناسبية وتصب فين؟ في السوداء خلي بالك من الأسئلة الجميلة دي هتجد ممكن يجي يقولك إرسم المنابع الدائمة المنابع الدائمة خلاص ووضع عليها مشروعات أهم مشروعات الرأي اللي تنفزها هيختار لك واحدة بس اللي هو سد قوي وممكن يجي بالك فعل بالخريطة ككل وممكن يجيب لك ناقص ممكن يشيل لك زمانة لك يشيل لك ناري كجيرة وقولك اكمل النقص اللي على الخريط عشان كده ما تستجلش في حتة همة لازم تاخدوا بالكم منها إن الخريطة في ورقة الامتحان ما هي إلا يعني أحد أحد الحاجات اللي بستفيد منها في حل الأسئلة يعني لما أنا بحل السؤالة وعايز أعرف مكان الظاهر مش مجرد إن الخريطة إن أنا أكتفها أرقاها ده الخريطة ديت بتوضح لي إجابات أسئلة إزاي؟ أنا عندي الوقت يقول لي قارب بين الخرطوم بين النيل شمان الخرطوم والنيل جنوب الخرطوم وأنا مش مش عارف مما فين أرجع للخريطة الصماء وأشوف شمان الخرطوم اسمه إيه وجنوب الخرطوم اسمه إيه يعني الخريطة الصماء ديت أداء من أدوات الحل في الجغرافيا عيدة تاني الخريطة الصماء ليست هي خريطة صماء في ذاتها وإكمال الناقص عليها ولكن تستخدم في حل الجغرافيا يعني إما يجي يقول لي فرع دمياته فرع الرشيد وأنا مش عارف أني فرع دمياته فرع الرشيد أرجع للخريطة إما يجي يقول لي إرسم لي عصد أول الرافض دلت وغز نار النيل من الحبشية أو اللي هي مين؟ الصباط لو رجعت للخريطة وعد أقوى أهي قادي الصباط الخريطة أهم جدا لو استخدمت الخريطة الصماء في حل المتحان تقريبا أكون حطيت رجلي على التفوق طبعا أتمنى لكم وتتمنى أسرة كيرو دار التفوق والنجاح الباهر وياريت نكون قد وفينا وغطينا المنى كله وأي قصور بها سمحوني فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة